الأبراج اليومية الرابع والعشرين من نوفمبر 2023 الجمعة سيكون يوم الجمعة يوما مثيرا للاهتمام فيما يتعلق بتنمية صداقتك أو ارتباطاتك المهنية اليوم سيعتمد تطور شؤونك على نشاطك ومسؤوليتك هذا هو اليوم الذي يمكنك فيه بدء مشارعه جديدة أو تحقيق أفكار جديدة بجرآه أسعد من تحب بهدية صغيرة يوم الجمعة شؤونك المالية ستكون مهمة سوف تخطط للدخل والنفقات أو تسدد المدفوعات أو يكون لديك التزامات مالية مهمة أخرى خلال هذا اليوم هناك خبر سيف أنجئك سوف تتلقى عرضا لا يجب أن ترفضه إذا كنت من مواليد برج الجوزاء أو الميزان أو برج الدلو فستح لك اليوم الفرصة لمعرفة تلك الأشياء أو الأشخاص الذين يمنحك السعادة في الحياة سوف ينتقل المزاج المتفائل اليوم من شخص لآخر إنها ليست مهمة سهلة ولكن سيكون من المهم إنجازها ستظهر أفكار أو دعوات أو اقتراحات مختلفة يمكن أن تلهمك لاتخاذ إتراءات جديدة وتمنحك اتجاهات جديدة في الحياة سيكون يوما نشطا حيث سيكون لديك المزيد من المحادثات مع الأصدقاء الذين ستجري معهم محادثات وموضوعات مثيرة للاهتمام للمناقشة إذا ولدت تحت علامة الجوزاء فقد تنشأ المشاكل بشكل إساسي لأولئك منكم المعرضين لقلق أكبره وحتى غير ضروري بشأن المستقبل تجنب الشكوى لأنها ستثير تعليقات المختلفة والقيل والقالي خلف ظهرك إذا كنت من موالد برج الميزان فإن هذا اليوم يحمل الكثير من الطاقة الإيجابية لكن هذا لا يعني أنه سيكون مثاليا سيكون لديك مخاوفك أو مخاوفك الصغيرة لكن لا ينبغي المبالغات فيها وأعتبارها دراما إذا ولدت تحت علامة الدلو فسيتعين على النزاعات اليوم إطفاؤها في أسرع وقت ممكن ولا ينبغي السماح بالمضاعفات سيكون من الصعب عليك مقاومة رأيها أو طموح زميلك أو عميلك ستعتمد بعض القرارات المهمة التي يتعين عليك اتخاذها خلال الأيام القليلة القادمة على قرار الصدقاء ترجمة نانسي قنقر